أنا أتنزه عن المناصب السياسية لن أكون وزيرا حتى الموت لن أكون في منصب سياسي حتى الموت أنا أعتبرها نجاسة وقذارا العبد الضعيف حالة استثنائية أعلم أني للقدرة بأنني أستطيع أن أساهم مع مجموعة كبيرة من الإصلاح لتخفيف النجاسة أحسنتا ولكنها نجاسة جائزة شرعا الذي يحكمنا رئيسا ووزير أول ووزير الداخلية هو جلاد الشعب هو الحزب النظام القديم بدليل أنهم أشدوا قمعا لديننا أكثر من ما كان من قبل سلبية جدك أمر واضحة بحكمته السياسية أنقذ تونس من فتنة وحرب أهلي أنا أختلف إيديولوجيا مع ندا تونس من كل النواحي لست منخارطا رسميا في ندا تونس اليوم منخارطت رسميا تماما أنا لست منتميا إلى أي حزب سياسي ولكن يقولوا عليك كما أني لن أنتمي إلى حزب سياسي واضح كما أني أدعو وأتمنى على السياسيين أن يسنوا قانونا يكونوا فيه الدعاة والخطبة والآئمة على مسافة واحدة من جميع التونسي كالقضاط ولا يحق لهم لا أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا ولا أن ينخرطوا مع أي حزب أنا أريد أن أساهم لكن ليس مقصد الحكم وأدعو الجميع أن ينخرطوا في الأحزاب عليهم أن يطمحوا للكراسي سيحافظ سوفيان طوبيل أعضاء الكتلة البرلمانية البارح بركي كنت معهم أكاد يوميا نجس مع أعضاء البرلمان كلهم يفكرون في مصلحة تونس ويحسنون في الوضع في انطبال يخموا ليه النهار في قفة التونسي صحيح أحسنت أنا شفته واسمعته بوذنية ويفكروا فيه واللي معهم زاد القيادات والهيئة السياسية وغيرهم